الاستاذة بوس بوس بتقول ان والدتها رقها بينشف كتير قوي لدرجة الناس عادة ما بتبقاش عادرة تتكلم من نشفان الريق ومحدش عارف السبب ده كترة في معظم التخصصات ومحدش عارف السبب هو بص حالك نشفان الريق طبعا من اول السكر واحنا نازلين وبيكون زي المبرد مفيش لعاب خالص برافو انا هقول لها تست بس تعملوا ده اخر سؤال معنا دكتور بتاعنا شفان الريق ده شيلي الخد كده وحطي ايدك هنا اذا لقيته مبلول اطمئن اذا لقيته مبلول الحتة اللي انا حاط صباعي فيها دي اه اذا لقيتها مبلول اطمئنني ليه دي تبقى موز بريدر بتنفس ملوقه كل اللي بتنفسهم رققهم رققهم منتها داخل هوا وطالع هوا حينشف اللسان هيبقى حجر خاصة بالليل الموز بريزر تستوعه بالليل دول مناخير ومسدود ده يروح له دكتور انفو اذن يسلخ له مناخيره لان ربانا عامل مناخير للتنافس مش البق البق للأكل ففي ناس كتير جد طيب الحتة دي محمية يبقى تفضل مبلول وزا نشف لو دي نشفة يبقى في مشكلة يبقى انا نصحك تبل اسبوعك قبل ما تحطين عشان ما تقلقيش عشان ما تقلقي لو نشفة نشفة يبقى في مشكلة سكر ووضح انها راحت للكترة كتير بنام راحت لكتير بنام راحت لكتير وطمنوها يبقى غالبا دي موز بريدر بتنفس من بقه غالبا يعني اه في سؤال صح فكرتني ايه با بالسؤال يبقى غالبا بتنفس بتنفس من بقه عشان كاي راقها نشفة طب اللي بتنفس من بقه ده لازم يروحي دكتور طبعا ولا في علاجات اخرى لا 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 دكتور قنف قذر طبعا عشان يشوف ايه المشكلة هالفاكرة ساعات بتبقى عادة اه اه مش فيش حاجة السيلياك ايه ده سيلياك مرض اسمه يحدثنا سيلياك 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 احد امراض الجهاز الهضمي ده سيد سيد مصطفى اه احد امراض الجهاز الهضمي بس ده عايز لازم يروح لحد يعني عدل يعني ان ده مرض له نظام اكل معين السيلياك ده؟ هو في الامعاء ده مرض جديد ده ولا اسمه ديده لا 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 اسمعت شو عنه لا نادر نادر اه حراجة مسمعتش عنه عشان نادر طب حدرك في واحد بيسأل لا يعني يعمل اسهال يعني هو مرض من امراض الجهاز الهضمي وليه علاج؟ من الصحب طبعا ليه علاج؟ طبعا وعلاجه يعني في المستطاع يعني مش في المستطاع بس هو زي موج البحر يعلى وينزل يعني وقت العنحة يبقى تعبان جدا واسهال وتعبان وما بيكونش هو وقت كويس جدا ده السيليك ديزيز بيبقى مش ماشي يعني كده ما بيتعالجش؟ بيتعالج طبعا ويروخ خالص؟ لا بيتعالجش بيبقى بيتسكن يعني بيبقى خالص لا ما بيبقىش خالص؟ لا يعني طول عمري بعندي سيليك ديز اه ده مرض مزمن يعني بيعد اه وازاي كيف التعامل معه بقى لما هي علاوية وطر؟ بقى دوية كتيرة جدا جدا يعني يبقى عايز طبيب يعني عايز طبيب ما يفيهش فزلكة ما فيهش ماء خالص ده عايز دكتور قوي مش دكتور قوي مش دكتور قوي وعينة يعني لازم حيخش بالمنظار ويقبعينة عشان يثبت انه سيليك لكن التعامل معاه زي السكر كده التعامل معاه اه ممكن العمر كله بس حيبقى كويس يعني مش موش ده موضم اكل معينة ادوية معينة حيبقى كويس تمام